نرحب بيكم وراءة تانية يا عزيزاني مشاهدين ونرحب بزميل العزيز كابتن ناصر عباس نورنا كابتن تحاتي لك هتنعلم تحاتي لكل مشاهدك ونعرفة الناد لأهلي في كل مكان في الوقت في البداية كابتن قبل مسألك عن طاقم التحكيم أنا عايز أسأل على نقطتين بس يمكن حضرك طالبت من السنة اللي قبل اللي فاتت بضرورة وجود الفار في بداية من دور المجموعات قلنا ماشي في الأدوار التمهدية ماشي حقا فيه صعوبة في بعض الملاعب ولكن خلينا لما نتكلم على دور المجموعات يبقى أنت عندك فرق قوية وصلت لدور المجموعات ففيه صعوبة في الماتشات فيه تنافس بين الفرق وبعضها فالمفروض يكون الفار متواجد على الآل طيب النقطة التانية إيه معنى تطوير بالنسبة للتحكيم الأفريقي خمس سؤالين المهمين جدا كابتن أيمان عشان خاطر يعني نتكلم بالتحديد نتكلم أعلى كلمة التطوير اللي هي بتشمل كل حاجة كابتن أيمان زي إيه بقى؟ اتحاد الدولة النهاردة هو المسؤول عن لعبة كرة القدم تطوير يعني إيه كابتن أيمان بيطور فيه أداء الحكام بيطور فيه لعبة كرة القدم بشكل عام التطوير ده أيضا بيخش فيه عدة الملاعب تكون ملاعب صالحة لأنها تقوم عليها مرات خلينا نتكلم على تطوير التحكيم لأنه تطوير بيشمل حاجات كتيرة جدا النهارة تحاد الدولة كابتن أيمان والمجلس الدولي التشريعي اللي هما مسؤولين عن التحكيم بنتكلم على إزاي نطور أداء الحكام ألف بيه لو حدك تفتكر كده هما استخدموا التكنولوجيا في إن هما يساعدوا الحكام لليه كابتن أيمان لأن هما مش عاوزين أخطاء تحكيمية تكون موجودة في المرات إذن لما جينا نطبق في كاس عالم 2018 روسيا طبقوا تقنية الفيديو وهنا بنتكلم على التكنولوجيا يعني الناس بتسعى دايما استخدام التكنولوجيا في تقليل أخطاء الحكام لو تفتكر قبل تقنية الفيديو كان في حاجة اسمها جولاين تيكولوجيا اللي هو تكنولوجيا خط المرمى لما الكرة تعدي الخط دي كانت عاملة مشكلة للحكام إذن التحاد الدولي النهاردة بيسعى دايما إزاي يطور من أداء التحكيم ويقلل من الأخطاء التحكيمية اللي موجود دا الاتحاد الدولي اتحاد الأفريقي لا تعب أروح الاتحاد الأفريقي أنا بس السؤال خلينا نتكلم على موضوع مهم جدا اللي حتى تكلمت فيه وهو استخدام تقنية الفيديو وهنا من خلال اللي قناة نادي الأهلي نحن النهاردة بنتكلم مش بس على مقرأة نادي الأهلي كابتن عيما نحن شفنا في دور الصبر أخطاء التحكيمية شفنا قبل كده في أدور تمهدية أخطاء التحكيمية أن الأهلي يتضرر بها بشكل كبير على ما استخدموا كمان المنتخبات النهاردة بنتكلم في تصفات كاس العالم ودي حاجة مهمة جدا ممكن دي أهم وبطولة في الاتحاد الفريقي انت متخيل متخيل أن تبقى المهازين بلا بدون تقنية الفيديو يعني انت بتصعد فريق عشان يعني يبقى ممثل في كاس العالم مش موجود تقنية البقى طيب حيث الاتحاد الفريقي النهاردة دوره إياه كدتن عيما اللي بتكلم دوره أولا توفير ملاعب بيئة صالح عليه اللعب تطوير أداء التحكيمي كمان دخول التكنولوجيا وده مهم جدا بعض المنتخبات ما عندهاش صحيح بعض المنتخبات ما عندهاش حكام للفار إذن حالي بنكلم على تقنية الفيديو لأ النهاردة بنقول لابد تحاد الفريقي النهاردة كارة كبيرة لابد تشتغل على مهم جدا إزاي توفر التكنولوجيا في مباراة سواء دور المجمعات تصفات كاس العالم كمان عشان خطر كل حكامة كحرم نتكلم على في 55 دولة كل حكامة يبقى معهم شرط الفيديو صحيح احنا في حكام كتيرة ما معيش شفنا أخطاء خلي بالك تصفات كاس العالم أخطاء كارثية عشان للفار مش موجود شفنا أخطاء في دور التمهيد وهنشوف أخطاء وفي دور المجمعات هتبقى مشكلة خلينا نروح لبوب تراوري ده كابتن أيمن ده 43 سنة من مالي دولي 2014 عارف بقاله قدي في القيمة الدولية تسع سنين في القيمة الدولية هزأ الحاكم يعني تسع سنين ده المفروض في الراح كاس العالم مرة واثنين وتلاتة مراحش ولا مرة مراحش ولا مرة الأداء التحكيمي عنده أعتقد يعني مش عالي قوي وما خدش حاجات عالية قوي 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 كابتن أيمن يعني ما تقيس دوت النهاردة في مباراة زادية وتقيس حكم مباراة منتخب مصر وجوبوتي اللي كان عنده 27 سنة ده دخل القيمة 25 سنة الدولو ماتش في تساط كاس العالم ودي كانت مفاجأة للكل حكم 27 سنة كان عنده أخطاء كبيرة جدا جدا هو وكان تقم التحكيم المساعدين هنا بو بيتراول هو بيشتغل على الخبرات هو فنيا مش عالي قوي وبدنيا مش عالي قوي هو بيشتغل على خبراته اللي هي 9 سنين في كدولي في إمبارات بقول هو النهاردة الأداء بدون تقنيات البديو هيبقى عنده مشكلة تاني يعني حتى لو في خبرات هيبقى عنده مشكلة إن احنا شفنا مبارح ماتش وأول مبارح ماتش ركالات جزاء لم تحتسج وكانت واضحة جدا 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 عشان ما نظلموش النهاردة بنقول إحنا حنقيم أداءه ولكن نقول لك بشكل عام 3 و 40 سنة كان مفروض يبقى من الفاترة ده على أقل كاس عالم واحد أو 2 مرتين ولكن هو ما راحش النهاردة هو في ماتش مديامة أنا بعتبر ماتش بالنسباله درجة صعوبة متوسطة مش عالية كابتن أيم عشان الفارق ما بين النادي الأهلي ومدعم الأهلي يعني فيه فارق كبير جدا فيه الأداء فيه اللعبين فيه كل حاجة بيروح لصالح النادي الأهلي نهاردة عن ما عندكش مشكلة بقى مفيش ضغوط عليك مباراة مش صعبة نتمنى النهاردة يقدم مرضود في هذه المباراة هو اعتقم التحكيم تكون بأقل التحكمية نتمنى أيضا أن الأهلي إن شاء الله نهاردة فوز ويكون فوز مستريح وأعتقد إن شاء الله سيكون موجود إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله رب العميون النادي الأهلي يتصدر بإذن الله المجموعة من البداية إن شاء الله شكرا جزيلا كابتا الناصر ولينا آخر بعد المباراة إن شاء الله طبعا تكلمنا برضو عن طاقم التحكيم وإحنا عانينا شوية يعني برغم من تواجد بعض الأخطاء عندنا اللي إحنا بنعترف بيها إحنا دايما ما بنغمدش عنينا ولكن في بعض الأخطاء التحكمية اللي إحنا عنينا منها سواء في مباراة السوبر سواء في دوري السوبر الأفريقي فنتمنى إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية تمنى التوفيق للتحكيم الأفريقي اللي إحنا يا ما عنينا منه من زمان ده زمان كمان كان يعني أحد سوال أحرك اللي إحنا بنشوفه النهاردة ده ده مية في المية بالنسبة لزمان زمان كان التحكيم على الكيف ولكن نتمنى التوفيق ان شاء الله للتحكيم الافريقي والتطوير للتحكيم الافريقي الفترة القادمة ان شاء الله